هاي ازايكم عمين ايه وحشتوني جدا زاي ما انت شايفين في عنوان النهاردة تجهيزات لرمضان في كل حاجة وهعلمكم كمان في الفيديو بتاع نهاردة ازاي نلم المنهج في رمضان وازاي نطلع من رمضان كده وإحنا صمين المنهج بتاعنا ومستعدين للامتحانات سواء كنتي بقى ايه سنك قد ايه بس انا يعني هتكلم عن نفسي اكتر ان انا ثالثة سنوية وانا ادبي بس الكلام شايف رق ادبي او علمي او اهن يكن اه فهنتكلم بصفة عمى عن المذاكرة في رمضان اه وهنتكلم بحاجات كتير قوي وازاي نختم القرآن وازاي نوازب ما بين يومنا وازاي نكون مبسوطين وازاي يبقى عندنا وقت فاضي كل الكلام ده هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهاردة فاتمنى انتوا تكملوا الفيديو الاخر عشان تعيشوا معي لحظة بلحظة وانا اصفة جدا فترة دي يعني مؤثرها معاكم لان انتوا عارفين الظروف اللي عندي وشكرا جدا لكل الناس اللي عزتني وشكرا جدا لكل الناس اللي سألت علي والطوامنت علي رغم اي حاجة اه انتوا على عيني وعلى راسي والله العظيم انا مبسطة جدا بكم الناس اللي بتكلمني وكم الناس اللي بتدعيلي في ظهري قبل الكومنتات وقبل الكلام ده كله فيه ناس بتدعيلي وحباني بعيدين عن اي حاجة فانا حب اقول لكم انا كمان بحبكم اي حد عايز مني اي حاجة زي ما قلت لكم انا بحط لكم الانستجرام بتاعي هنا اي حد بيكلني انا برد عليه ولو بتأخرت في الرد في اليوم الاوليني او التاني لو بعتلي مرة كمان برد عليه انا مش بطنش حد يا جماعة بس عذروني الفترة دي عشان حالة الوفاء اللي عندي فغزب عني شويتين تلاتة كده ما بيبقاش عندي وقت فاضي ان انا ضيوف بقى اللي هنا مع الكلام ده كله هيبقى صعب جدا انا ارد على كل المساجات اللي بيجي لي بس على قد ما قدر وبرد على الكومنتات وبرد كمان على الحاجات اللي بتكتبلي في المنتدى فخليكم تابعيني في الانستجرام وعلى الاشتوريهات كل حاجة جديدة بنزلها بتبقى هناك ويلا بينا نبدأ في الفيديو بتاع النهار ده طيب اول حاجة هنتكلم فيها وهي ازاي نوظب يومنا في رمضان احنا كلنا عارفين ان احنا في رمضان بتنام تقريبا النهار وبنصحب الليل وكلام من ده بس احنا عايزين نزبط الدنيا عايزين نحاول ان احنا ننام بعد الصحور على طول ما نصهرش بقى لغاية ساعة ستة وسبعة الصبح والنام بقيت اليوم لان المولادة بجد وحش جدا رمضان للعبادة رمضان للعبادة رمضان للعبادة مش عشان خاطر ننام اليوم كله اللي احنا صايمين فيه طب انت كده عملت ايه انت كده ما حسيتش بالصيام اصلا فاحنا عايزين نوظب ما بين يومنا اللي هو حياتنا الطبيعية ان انت طبيعي هبتمسك التليفون وبتعمري وبتسوي وفي نفس الوقت ان انت تكوني بتذكري وبتكوني يعني فيه وقت للعبادة وفي نفس الوقت عندك الوقت بتعرف اهيتك فاول حاجة هنعملها ان احنا لازم كل صلاة مجرد ما الازان يقزن نقوم نصليها ونقرأ بعدها اربع صفحات من القرآن لما نقرأ اربع بعد كل فرض احنا كده هنختم القرآن في رمضان احاولوا يا جماعة اختموا القرآن في رمضان بجد ليكم بيبقى يعني سواب كبير جدا عند ربنا واكيد مش انا اللي هتكلم فالكلام ده بس انا بجد بنصحكم لان دي حاجة بتفرق قوي حتى لو مش هتقري القرآن كله تحاولي على قد ما تقدري تقري كم كويس جدا قوي في رمضان هتحاولي ما يعديش يوم واحد عليك من غير ما تكوني بتقري خلص اعتبري نفسك بتذكر اعتبري نفسك بتعملي روتين في حياتك عادي مش ما تحسيش ان الموضوع حاجة اللي هو صعبة او عيب عليك لا اعملي الموضوع بحب هتلاقي نفسك انتي اللي بقيت ترتاحي لما بتقري قرآن دي اول حاجة بالنسبة للصلاة والقرآن حاجة كمان لازم هعطول بما اننا مسكين التليفون نقعد نعمل سيرش كده على ادعية وفي ناس كتير قوي بسم الله مشاء الله يعني فعلين خير بيفضلوا يشايروا في ادعية وحاجات كتير اول يوم الاول واليوم التاني وادعية عوضوا يشايروا الحاجات دي زي ما بننشر دايما حاجات ما بتبقاش صح لازم ننشر الخير لازم ننشر الحاجات الكويسة في رمضان حاولي على قدم تدري انك تدعي ربنا كتير لو عندك حلم نفسك تحقيقي ادعي في رمضان ادعي في رمضان عايز اقولك حتى لو انتي ما كنتيش بتذكري طول السنة ممكن بسبب دعوتك في رمضان دي يعني تجيبي درجة انتي ما تتوقعي هوش حاولي دايما اي حاجة تطلبيها من ربنا في رمضان ما تتكسفيش انا عارفة ان في ناس كتير قوي بتكسفوا ان هما يدعوا بيكسفوا ان هما يطلبوا من ربنا بس صدقوني ربنا غفور رحيم بيخفر وبيرحم مهما كنتي بتعملي زنوب لما بترجعي له هو بيخفرلك فطول ما انتي عايشة عفري على ان انتي توصلي يعني توصلي لحاجة كويسة ما تعودش تندمي وتفتكري في الحاجات الوحشة وتفتكري في الحاجات اللي تحبتك لا افتكري في الحاجات الكويسة اي داي ربنا كتير في رمضان صلي كويس ايري قرآن كل الحاجات دي هتخليكي شخصية يعني مرتاحة نفسيا كده وقورة عندك وقت فاضي كتير قوي هتعودي تذكر فيه طيب الوقت المناسب اللي ذكر فيه في رمضان كلنا بنصهر تمام بس بعض الفطار بيبقى صعب قوي وطول النهار برضو بيبقى صعب بس انا هقولكو على حاجة لازم تعملوها يعني وتركزو فيها كويس قوي في رمضان لازم يوميا تحددي عدد من الصفحات معين تكوني عملة جدول كده تذكري في رمضان كل واحد عارف هو بيضر يذكر قديه يعني انت مثلا ما تبقش عارفها نفسك ما بتعرفش تذكري ثلاث صفحات على بعض وتقولي انا هذكر في اليوم نص المنهج فيش الكلام ده لأ انت هتقسمي المنهج بتاعك هتحاولي كل يوم حتى لو هتذكري صفحتين بس تذكريهم بضمير وتحلي عليهم كويس موضح يفرق معيك لكن بلاش جول الإحباط بتاعنا هذكر عشر صفحة وهذكر عشرين صفحة وانت عارفة نديمش في مقدرتك ذكري صفحتين مثلا على الساعة 8 الصبح لما تكوني لسه صحية من النوم لو انت بتنامي في الوقت ده فذكري مثلا فرنجل ساعة 3-4 الوقت اللي هو بيبقى قربتي على المغرب بعد الفطار بيبقى صعب علينا قوي ان احنا نذاكر انا عارفة حاجة زي دي بس بعد ما بنريح من الفطار بقى اللي بيقوم يصلي الترويح واللي بتقعد واللي 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 وخلصتي خلاص قرية القرآن وعملتي كل حاجة هتبقى فاضية من بعد الساعة 10-11-12-12 كلنا بنبقى صهردين وقاعدين ما ورناش حاجة مسكتي التليفون ساعة هيتفضلك 3 ساعات بضريق تذكر فيهم كويس تاخدي بريك كل 3 ساعة الناس اللي بتقول تاخدوا بريك بعد ساعتين وكام لا الموضوع ده صعب بصراحة انا واحدة من الناس باخد بريك كل 3 ساعة مثلا 5 دقايق والموضوع بيفرق معي قوي وبكون اللي هم ما عادتش على الكتاب موضة طويلة قوي فلوات خنقت وما بكونش اللي هو طويلت فبقدر ان انا ارجع اذاكر التلت ساعة دي اربع مرات كمان بدل ما اذاكر استيها واحدة وبقى اذهقانا ومش عايز اكمل المذاكرة بنحب الاكل بنحب يعني الاجواء بتاعت رمضان دي فحاولي دايما في الوقت برضو الفاضي اللي عندك حتى لو كان بعض الفطار تقومي كده تتفرجي بقى على وصفات حاجات تعملي لنفسك يعني تعملي حاجة جديدة هتجربي في البيت اعودي على اطبخي حلويات اطبخي اكل جديدة فاجئي اهلك مرة اقولهم انا اللي هعمل لكم الفطار اعملي حلويات كده بقى وفاجئيهم بعض الفطار انا اكتر حاجة بحب اعملها في رمضان من بعد مثلا الساعة 12 واحدة كده قبل الفجر بكم ساعة بحبين انا اقوم مثلا اعمل ايس كريم اعمل حاجة كده تخليني يبقى قعدة مبسوطة حاولي تبسطي نفسك بابسط الامكانيات حاولي دايما مايبقاش كل حاجة عيبق عليكي اعملي مثلا كوباية الشاي بتاعتك كوباية النسكافي كابتشين بتحبي تشربي حاجة معينة بتجيبي حاجات من بره بتشربيها ايا ياكم بس ابسطي نفسك ابسطي نفسك مش لازم تاخدي الموضوع بان خلاص احنا داخلين على الامتحانات فانا هقعد رمضان 14 ساعة بذاكر انا في ناس بتقدر تستحمل كده وفي ناس مبتقدرش تستحمل فبتحبط فانا بتعملش اي حاجة لا بدل ما انت ما تعمليش اي حاجة خالص لا قسمي يومك حتى لو هتذكر ساعة واحدة في اليوم او ساعة مثلا من الصبح وساعة بالليل هيبقى افضل بكتير من ان انت تراكمي يعني تراكمي المذاكرة عليك وتخلصي من رمضان وندخل في شهر ستة والامتحانات تدخل علينا والموضوع هيبقى وحش جدا فعشان كده اعملي بالنصايح دي هتفرق معاكي جدا واخر حاجة حابة اقولكو عليها هوريكو اسدينة بتاعت رمضان اللي انا علقتها في الصالة وفي حاجة عاملها قدام المراكلة بس هي مش متزبطة دلوقتي لسة ما خلصتش الكلام ده فان شاء الله هيبقى ليه فيديو تاني لوحده وتعالوا بينا يلا هوريكو الصالة